اهلا بيكو انا باسمة الفايومي تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الدبابيس بفيجيتار اكستراكتور الجديدة خليه نجربها وقلوكوا رأيي فيها ايه اول حاجة هنجيب الدبابيس بتاعتنا وبالسكينة وهنفتح هنعمل فتحتين في كل دبوس لحد ما يوصل للعضم ده مهم جدا عشان الدبابيس بتاعتها تستوي للتدبيل هنحتاج نص كباية مية نص كباية خل عليهم كباية من الزبادي الصغيرة اللي هي 105 جرام والتوابل بتاعتي مع علاقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود والبابريكا والكاري والكركم والجنزبيل هنقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا وهنرفع التدبيلة دي على النار لحد ما تغلي وبعدين هننزل بيها بالفراغ بتاعتنا اول ما غليت طفينا النار وحطينا الفراغ وقلبناها كويس جدا جدا الخطوة دي الفراغ بتاعتك هتستوي بنسبة 100% هغطيها واسيبها لحد ما تبرد خالص وبعدين هدخلها التلاجة واسيبها في التدبيلة على الاقل 4-5 ساعات او ليلة كاملة بعد ما شلتها من التدبيلة هي وبعدين هنحتاج بطين هنحط عليهم ربع معلقة ملح وربع معلقة فلفل اسود هنقلبهم مع بعض كويس جدا ودي اول طبقة التغليف والطبقة التانية هنستخدم اللي هو فيجيتار اكسرا كنور الكريسبي هبدأ بقى ان انا احطها في البيض انا عملت زي ما كتبوا على الكيس بالزبط ان انا احطها في البيض ومن البيض احطها في الفيجيتار هقلب بقى كويس جدا واضغط عليها عشان الفيجيتار يمسك عليها بس تا كان منظرها بالزبط بس الصراحة انا ما اقتنعتش انا شايفة ان انا لو حطيت دي هيبقى شكلها احسن من كده بكتير فتعالوا نجرب الدقيق هجيب دقيق عليه رشة من الملح وهاخد بقى الفراغ بتاعتي احطها في الدقيق والغلفها كويس جدا جدا بدي ايه وبعدين انفض اي دي ايه زيادة فيها وانزل بيها في البيض وبرضو اغلفها كويس بالبيض بعدين بعد ما تتغلف كويس في البيض اشيلها وحطها في الفيجيتار الخلطة بتاع الفيجيتار كانت حلوة جدا مش محتاجة بس اكتر من رشة من الملح يعني هي متبلتها وبالها حلوة جدا بديتها بس رشة صغيرة من الملح ضغطت عليها كويس جدا من المنظر ده بالزبط وبعدين هرسهم على طبق وهدخلهم التلاجق بصوا اللي احنا عملناها من غير دي ما كانتش حلوة اللي بديه احلى بكتير هدخلها التلاجة شوية قبل محمرة وانا بعمل كده في اي حاجة بنيه الزيت بتاعي يكون سخت وهنزل بالفراغ بتاعتي ولو انت خايفة الفراغ ما تستويش ممكن تغطيها بس احنا قريزي الخطوة اللي عملناها خلت الفراغ بتاعتها بستويه هقلبها بقى كده في الزيت لحد ما تاخد لون من كل الجوانب بالمنظر ده بالزبط وبطلع على شبكة او مصفى لحد ما تصفي الزيت بتاعها زيادة عشان تفضل مقرمشة بصوا شكلها كان تحفة جدا جدا وفعلا كانت مقرمشة جدا وقرمشة فضيعة كانت حلوة جدا آآ نصيحتي لكم ان انتم تحط تستخدموا الدقيق مش اكتر من كده اتمنى الوصد كناك بيتك باي باي